برسم بياني تصعودي ترم وزارة الكهرباء المنافسة في سباق التحول إلى طاقة متجددة كدول عديدة تلك الطاقة التي تعد إحدى الطرق الأسرع بتوسيع إيطاحة الكهرباء تقول الوزارة أن مشاريع الطاقة الشمسية ستكون خلال سنتين تقريبا داخل للعمل وأنها ستساهم بسد النقص الحاصل بالمجمل مشاريع الطاقة الشمسية بمرحلة الأولى ستكون ضمن خطة الوزارة المتوسطة أي من سنتين إلى ثلاثة ستكون داخل للعمل ستساهم بسد النقص الحاصل ستساهم بأن تكون محضد الوضع المنظومة الكلام عن 7500 ميجاوات ورقم جيد للمرحلة الأولى للمرحلة الثانية 5000 ميجاوات بذلك نكون قد مضينا بـ 12500 ميجاوات للمرحلة الأولى والثانية بالطاقة الشمسية بناء محطات جديدة للطاقة الشمسية بإنتاج 7500 ميجاوات هي الخطوة المقبلة لوزارة الكهرباء فاستثمار الطاقة الشمسية قد يكون أحد الحلول لسيما وأن إنشاءها سيساعد بشكل محوري في الحض من التغير المناخي الحاصل جراء الانبعاثات المتآتية من احتراق أنواع الوقود تم تولد الكهرباء من طاقة متجددة شمسية أو غيرها شمسية بالذات أنت راح توفر انبعاثات ضارة حتى وإن كانت في محطات التوليد الوقود التقليدية كل كيلوات يستهلك المواطن في بيته يوفر به 700 غرام من الانبعاثات هذه عملية جدا مهمة بإنعكاسها إلى البيئة التحول في قطاع الطاقة يأتي عبر تكنولوجيا الطاقة المتجددة مشروع ترغب العديد من الشركات المساهمة فيه خصوصا شركة الماس التي ترغب بإنتاج ما لا يقل عن 2000 ميجاوات في الوسط والجنوب لإحداث هذا التحول في قطاع الكهرباء وتطويره من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر